السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جد في ابهة محرز النهاردة يقود النادي الاهلي ويصلحوا جماهيرهم بفوز عريض خارج ملعبهم في ابهة لغاية دلوقتي دقيقة تسعين ومحرز جاء في الشوت التاني السادس خمس اهداف الاولانين جون في الشوت الاول زي ما قلنا كتير قبل كده فريد النادي الاهلي لما بيلعب ضد فرق كبيرة بيبان مشاكله لكن النهاردة ابهة متشكرين جدا يعني الاول المباراة برغم ان ابهة تلعب على ارضها لكن الدفاع لغس ما تعرفش الدفاع بيضغط ولا الدفاع بيقفل مساحات ورق تحت الكورة ولا بيلعبوا تسلل يعني في ضاعد كان عايجيبه السابع فحاجة يعني تدحك يعني الدفاع ابهة انتو بتدفعوا ازاي فتلاقي ان العيبة النادي الاهلي الاهداف كلها فيه مساحة الاهداف كلها مفيش حد بيضغط على حد الاهداف كلها مفيش يعني فيه هدف طلوع على انه يبقى تسلل راح الفراط فحاجة تدحك يعني طبعا فيه جاء فراس وكسيه سجلوا الخمس اهداف في الشوت الاول ومحرس جاب هدف جميل السادس لسه لغاية دلوقتي لسه منعرفش الحاكم هيدي ايه وقت ضايع لما انت تعالي ما تفص زي كده ما تديش وقت ضايع ستة صفر يعني صفر هدف محرز هو ده بقى الساحل محرز هتقفل من جوه هطلع لك من بره هتقفل من بره هطلع لك من جوه عنده حلول محرز عمل تمويها كده برجليه عجلة حوالي من الكورة كده ورح تطلع من بره برغم المدافع قافل على رجليه الشمال عشان عارف ان رياض محرز بيشوت بالشمال فقافل المدافع على رجل الشمال لكن محرز عدة وشاط باليمين عشان تروح صاروخ على الارض جون جميل جدا الهدف السادس وزي ما قلنا الشيط الاول فيه خمس اهداف النادي الاهلي نزل الشيط تاني مكتفي وبالعبه على الواقف مفيش اي حماس ان يروح يسجله الا رياض جاب السادس نتيجة تدسكة طبعا عدم وجود النادي الاهلي في طولة اسيا للاندية من 3 ايام كله لعبه النصر والاتحاد والهلال النادي الاهلي خرج من بدري فدي ريحته النهاردة فيه راحة للعيبة ما لعبوش من 3 ايام او 4 ايام فعندهم نفس اللي هم يقدروا يلعبوا كويس وفعلا الشيط الاول خارج ملعبهم وسجله خمس اهداف الرجل زي ما قلتلكه عمل 3 دقايق وقت ضايع فاضل دقيقة فاضل دقيقة بالزبط وهيصفر اه لو فيها تفزاتي علينا ده اشكركم ان شاء الله بالتوفيق اعمل لايك اه دعمنا بلايك شكرا